الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهذه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحبائي في الله فمع كتاب بداية السول في تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للعز بن عبد السلام نعيش هذه الأمسية بإذن الله تعالى وبداية السول أي بداية المسألة أو الحاجة في بيان فضائل الرسول صلى الله عليه وسلم وفضائله عليه الصلاة والسلام كثيرة جدا جدا لكن العز بن عبد السلام جعلها بداية أي شكل مختصر وحاول أن يحصر هذه الفضائل بالصحيح مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم وإلا لو أردنا أن نذكر الفضائل والخصائص الصحيح وغير الصحيح فقد كتب الصيوطي الخصائص الكبرى وقد طبعت في ثلاثة مجلدات فالكلام طويل فالعز بن عبد السلام ذكر ما يقارب من أربعين خصيصة وفضيلة لنبينا صلى الله عليه وسلم